اخوان انا والله بني ادم نيت من جوة الحمد لله رب العالمين الله موفدني وانا مفك عني السحر كنت مسحور بسحر سحر جلب الحبيب بعد خطوبة اليوتيوبر السورية بسان اسماعيل مع اليوتيوبر محمود ماهر حصل ضجة كبيرة على السوشيال ميديا بسبب سنهم الصغير وعلاقتهم اللي لسه بدأ من كام شهر وبدل التهاني حصل هجوم عليهم وتفاجئنا كلنا برد فعل حبيبها الاول اليوتيوبر انس الشايب اللي كان غريب وعكس ما توقعنا كلنا يطرق رد فعله على خطوبة حبيبته وايه هي مفاجئته اللي اعلن عنها تابعونا للنهاية اليوتيوبر السورية بسان اسماعيل ارتبطت بصداقة كبيرة مع اليوتيوبر السوري محمد جواني اللي بدأت علاقتهم في المانيا لما تقابلوا هناك وبعدها نشأت بينهم قصة حب وبقوا بيظهروا سوا في فيديوهات كتيرة وبعدها حصل بينهم خلافات كتيرة وانفصلوا عن بعض وبعدها بكم شهر اتعرفت بسان باليوتيوبر الاردني انسي الشايب اللي كان برضو بيظهر معها وبيتعمها في معظم فيديوهاتها وبعدها اعلنوا للمتابعين قصة حبهم الكبيرة وقرب ارتباطهم بشكل رسمي وبعد فترة برضو بنفس السيناريو حصل خلافات وتخصموا وحذروا حسابات بعض على السوشيال ميديا بسبب غيرتوا عليها وتصلحوا بعد كده وتكرر الموضوع للمرة التانية لحد لما انفصلوا عن بعض بشكل رسمي وكشف الشايب سبب انفصلهم وقال ان طريق التعامل بسان مع اهله غير لائقة وخاصة انه بيساعد اهله باستمرار وهي كانت بتدايق وتتزمر من الموضوع ده وهي ردت على تصرحاته وقالت كل شيء اسمه نصيب والحب بيحتاج لتضحيات وهو مضحاش على شاني وبعد فترة تعرفت بسان على شاب سوري وسيم من نفس عمرها اسمه محمود ماهر كان بيقدم محتوى هادف على التيك توك وكمان شغال عارض ازياء فبعد دور الازياء الشبابية علاقة بسان ومحمود كانت علاقة صداقة بس كانت بتزيد كل يوم عن اللي قبله وفي يوم وهم سوا اعترف لها محمود بحبه ليها من اول نظرة بسان ابتسمت وسكتك ووقتها وش محمود جاب الوان وافتكر انها رفضته بس هي طمنته وصرحته بحبها لي وبعدها عرضت الموضوع على اسرتها اللي طلبوا منها مهلا يدرسوا اخلاق الشاب ويعرفوا اصله وفصله وبعد اسبوع وفقوا على خطوبتهم وحددوا معاد لقراءة الفتحة تلبيس دبل الخطوبة واعلنت بسان اسماعيل خطوبتها من الشاب محمود ماهر من خلال نشر عدد من الصور من خلال صفحتها الشخصية على انستجرام وظهرت بسان في الصور وهي وقفة جنب خطبها محمود ماهر ومسكة في ايديها باقى من الورود واطلت بفستان باللون الابيض واختارت في مكياجها الالوان الترابية مع اعتماد تسريحة الشعر الويفي البسيطة ورفع السنائي ايديهم للجمهور بعد ما ارتدوا خواتم خطوبتهم وعلقت بسان على الصور بوضع خاتم وقلب احمر الخطوبة تمت في اجواء اسرية في المنزل وتواجد في عائلة العروسين مع بعض الوجوه المعروفة على السوشيال ميديا وشوقت بسان متابعيها لمفاجأة ممتعة في الايام القادمة من خلال خاصية ستوري على صفحتها بانستجرام ومجرد نزول صور الخطوبة اتعرضت بسان وخطبها الانتقادات وهجوم من بعض المتابعين ان قالوا بعضهم انت اخترتي ولد صغير يا الله قديش عمره قال لشيء ازبري عليه ليطلع له شواربه وقال متابع اخر شو هالايام بنشوف الصغار بيتجوزوا مو تعرفون شو يعني زواج انتو تربوا بعضكم بعد الجواز وفي تعليق تالت هي صغيرة وهو بعض صغير احس بعد فترة ويقولون انفصلنا هجوم الجماهير كان بسبب سنهم الصغير ان ما تعداش عشرين سنة وخصوصا ان ده سن المراهقة وممكن مشاعرهم تتبدل بعد فترة ورغم ان بسان ومحمود اكيد شافوا التعليقات الا انهم معلقوش واكتفوا بالسكوت ونيجي بقى لرد فعل انس الشايب اللي فاجئنا كلنا وكان فعلا غريب ومش متوقع لانه ظهر في فيديو على صفحته وكان بيدحك بشكل هستيري وقال انا بني ادم ربنا موفقني في حياتي والشر بعد عني وفقد تعزم املك وهو قلدي لاني كان معمولي عمل فيه بس انا رجعت الحياة الطبعية من جديد وان شاء الله فيه مفاجآت قوية الفترة الجاية بعد ما تميت الـ 22 سنة انتظروني بشكل جديد ومختلف والحقيقة ان الرد فعله كان غريب لينا ومفاجئ كمان يا ترى ايه مفاجئته اللي اعلن عنها عموما اكيد هنعرف وتوقعتنا انه هيفاجئنا بقصة حب جديدة علشان يرد على بيثان بيثان اسماعيل هي شابة سورية جميلة اتولدت سنة 2003 في حلب بسوريا وكانت بتحب من صغرها السوشيال ميديا وعندها ميول تبقى مزيعة او حتى بلوجر ومع الوقت قدرت بيثان تكون صدقات كبيرة على السوشيال ميديا وبدأ المتابعين يزيدوا على صفحتها وخصوصا على تيك توك وكانت بتقدم محتوى مفيد للشباب والفتيات بشكل خاص بيثان بيتابعها تبع فصلة 3 مليون مستخدم على انستجرام بخلاف بقية المنصات التانية زي تيك توك اللي قربت على 5 مليون متابع كمان المحتوى اللي بتقدمه بيحتوي على وصلات الغنى والتمثيل والمزاح والكوميديا وحصلت سنة 2022 على الدرع الدهبي من يوتيوب بسان بتعتبر واحدة من أشهر مؤثر السوشيال ميديا في الوطن العربي وهي مقيمة مع أسرتها في ألمانيا من سنة 2016 ودي كانت بدايتها مع السوشيال ميديا وحصلت في 2022 على الدرع الدهبي من يوتيوب اكتبونا في التعليقات توقعات كوئي لمفاجئة أنس الشايب وهل هيرد على خطوبة بسان؟